مشاهدين يا كرام الآن إلى فقرة الدردشة أجواء الصيف هي أجواء للمهرجانات الفنية واللقاءات الثقافية بامتياز مهرجان جوهر الدولي بالجديدة كان نموذج من ضمن هذه المهرجان التي تعرف متابعة وحضورا واسعا بتقديم المهرجان لعرض فني متنوع وقد شهدت منصة أزمور إقبالا جماهيريا كبيرا تجاوز حزب المنظمين المائة ألف متفرج ويحرص منظم مهرجان جوهر على تلبية رغبات سكان المنطقة ببرمجة فنانين مرموقين من الفن شعبي أيضا نتابع هذا الروبرتاج لعسام ربان جمهور مدينة أزمور كان على موعد مع الطرب الشعبي ضمن فعاليات النسخة الثامنة لمهرجان جوهر وضيف منصة في اليوم الثاني للمهرجان هو الفنان الشعبي ولد الحوات الذي جمع الآلافة على نغمة الكمنجة وإقاع العيطة منصة أزمور سينكود كور ديال المهرجان ودائما منذ الدورة الأولى كانت تحتاج بوحدة برمجة متميزة لتطرق ساكنة مدينة أزمور وزوار مدينة أزمور عدد الجمهور فاق المائة ألف متفرج لكي يحضروا لهد اليوم الثاني من فعاليات مهرجان جوهر رقاصات تكشف حجم انسجام الجمهور مع هذا النوع من الفن منظم المهرجان يحاولون خلال برمجة هذه المنصة أن تلبي حاجة ذوق الجمهور الزموري لهذا النوع من الإقاع أنا من مدينة ريباط عجبني فيستيفال جوهارة جيت لعامل فاتو هذا العام وجاة دوغ ود الحواد سيبور سولا جوشيلا لكم على مدينة أزمور سالح كاجبني ود الحواد شنا تفرجوا فيه أجواء زوينا حتى الأمس يقريزي هذا الاسباس هذا الحمد لله جيد جيد أنا جيد سعيدة وشعب أزمور وكل فرحان به التطاورة محتاجين لها مرة في كل سنة كنشوفها وإحنا فرحان سعيد والتحويد لكنشرفنا في هذه المدينة وحسب بعض عشاق هذا الفن الشعبي المغربية فكلمات أغانيه دوحاك الواقع اليومية لكن بإيقاع قد ينسي البعض قساوة هذا الواقع إذن من الواضحة برصور رجاء أجواء صيفية مشتعلة في منطقات الجديدة عبر مهرجان جوهرة والذي يبوت مقاطع وحصص خاصة بالفن الشعبي التي ترقى دائما ترحيبا من الجمهور المغربي بشكل عام هذه المهرجانات أنس تعتبر فرصة لعشاق المتعة المتعطشين إلى أجواء الفرح والمتعطشين أيضا إلى الفن الشعبي من أجل تفريغ تلك الشحنات من القلق ومن التعب التي ترافقنا طيلة السنة مع أجواء العمل إلى غير ذلك فرصة أيضا من أجل الاطلاع على الموروث ثقافي الشعبي المغربي الغني طبعا بالعديد من المؤهلات التي تسمح لزوار هذه المدن المغربية بالاستمتاع بأجوائها على ذكر الموروث الشعبية تحول إلى كلتم كلتم أنت منطقة الدار البيضاء وبالطبع هناك علاقة خاصة لهذه المناطق مع الموروث الشعبي ما رأيك بهذا؟ أكيد مدينة الدار البيضاء ومدينة الجديدة ونواحي المدينتين يعني منطقة دكالهم من أكبر عشاق الفن الشعبي ومهرجان جوهر هو مهرجان صيفي يقام سنويا في مدينة الجديدة وهو في دورته الثامنة هو مهرجان جامع لجميع الفنون من فن فوتوغرافي إلى الفن التشكيلي إلى المسرح ثم الموسيقى الشعبية كما أنه تقام على هامش هذا المهرجان مجموعة من الأنشطة الرياضية كما يتم أيضا إقامة مكتبة شاطئية لفائدة المصطفين إذن زوار مدينة الجديدة سيكونون على موعد مع مجموعة من العروض الفنية والعروض المسرحية وكذلك للذكر مهرجان جوهرة يتم افتتاحه من خلال إقامة كرنفال وعروض فنية في الشارع العام بمدينة الجديدة نعم دائما تعرف هذه المناسبات إقبالا واسعا من لدى الحاضرين هل هو بالفعل شغف أم هناك ربما طيلة السنة ليس هناك ما يكفي لإطفاء أو لإجباع رغبات الجمهور فيما يخص مثل هذه المهرجان بناء على ما قالت الزميلك الثوم هو على أن الحدث يعرف تنوعا للأنشطة وتنوعا للأنشطة بمعنى ذلك أنه يستهدف فئات مختلفة فئات رياضية فئات شباب عمورية كبيرة بالإضافة إلى صغيرة الإقبال عليك هكذا مهرجانات أو هكذا يعني أحداث يأتي نظرا لنا الصيف يعرف فراغ عطلة شباب عطلة العائلات ولهذا تكون الجديدة تعرف احتفالة كبيرة كنت أود أن أتحدث معك عبدالصمت حول الجانب الاقتصادي من مثل هذه المهرجانات لكن الوقت يداهمون شكرا جزيلا شكرا لك عبدالصمت شكرا جزيلا لك كلتم شكرا جزيلا لك نعمة شكرا جزيلا لك رجاء على كل هذه التفاصيل